مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة طقس صيفي اعتيادي ايضا درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والطقس لطيف ليلا مشاهدين فاصل ونعود النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير كتلة هوائية اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة وبالتالي ستبقى الأجواء صيفية اعتيادية وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة طقس معتدل إلى رطيف ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة في عمان 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الأحد طقس معتدل في النهار صيفي معتدل مشمس درجات الحرارة أقل من المعدل بحوالي درجتين العظمى المتوقعة 28 والصغر المتوقعة 18 درجة مئوية في حين يكون الطقس لطيف ليلا وأيضا الاثنين طقس معتدل نهارا صيفي معتدل أثناء النهار وصيفي لطيف أثناء الليل العظمى المتوقعة 29 يوم الاثنين والصغر 17 درجة مئوية يوم الثلاثة تنخفض درجات الحرارة ويتكون أقل من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية طقس لطيف بالنهار أيضا لطيف بالليل لكنه يميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة 25 والصغر المتوقعة 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغر المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة إربد والمناطق الشمالية أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا إربد 3018 عجلون 3117 جرش 3319 المفرق 3217 درجة مئوية عمان والمنطقة الوسطى أيضا معتدل نهارا لطيف ليلا بلقاء 2918 مأدبة 2919 عمان 2818 البحر الميت أجواء حارة طمعا 3925 والزرقاء 33 إلى 20 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا الكرك 2918 الطفيل 2819 الشراح 2617 ومعان أجواء حارة نسبيا 3622 وخليج العقبي أجواء حارة 3826 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة الأزرق 3822 الصفاوي 4023 الرويشد 4024 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم ونتمنى لجميع أوقات سعيدة ولكم تحية طيبة من طقص العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سينتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة